هل نستغرب بعد ذلك من أن الخوء يفتي ويتبنى عقيدة غريبة عن منهج العترة الطاهرة بشكل واضح فهو لا يعتقد أن الأول والثاني من الذين نصبوا العداء لمحمد وأهل محمد إنه يبرئهم من حالة النصب هذه الكتاب الذي بين يدي فقه الشيعة أبحاث الخوئي وهذا هو الجزء الثالث من فقه الشيعة الطبعة الثالثة ألف وتسعمية وتسعين ميلادي قموا المقدسة صفحة مية وتسعة وثلاثة إذ المراد بالنصب بنصب العداء لمحمد وآل محمد إذ المراد بالنصب نصب العداوة والبغضاء وهذا ليس من مصاديقه ومن هنا ومن هنا ومن هنا يحكموا بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا وكان عداوة أهل البيت وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة الأول والثاني ما هما من النواصب أنكر ظلامة فاطمة وحينما أنكر ظلامة فاطمة وفند الوثائق التي ترتبط بها وهو يدلس على الشيعة فيما يجيب به من أجوبة على أسئلتهم بخصوص ظلامة فاطمة كما مر علينا أنكر ظلامة فاطمة فاندى الوثائق كلها حينما أنكر ظلامتها فإنه قد برأ قتلتها من قتلها فرجع هنا كي يبرأهم من ضلالهن وليس من قتل فاطمة هو حينما أنكر ظلامة فاطمة قد برأ هؤلاء من قتلها لكنه جاء هنا كي يبرأهم من ضلال العقيدة الأنكى من هذا في الصفحة نفسها وهو يتحدث عن النواصب فيقول لا خلاف في نجاستهم بل الدعية الإجماع عليها في كلمات جمع من الأصحاب والمراد بهم النواصب منهم من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية هو يزيد لعنهم الله يعني هؤلاء النواصب والأول والثاني ما هما من النواصب ماذا يقول أئمتنا الرواية في الكاف الشريف في الجزء الثامن إذا كتب الكتاب قتل الحسين إذا كتب الكتاب إنها الصحيفة المشؤومة التي كتبها أرباب سقيفة بني ساعد إذا كتب الكتاب قتل الحسين هذه ثقافة العترة أما هذه ثقافة الطوسيين ثقافة البتريين هذه ثقافة القذارة النهجفية هذه ثقافة القمامة الطوسية والمراد بهم بالنواصب من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله وكثير من من حضر لمقاتلة الحسين يعني أهل الذين حضروا لمقاتلة الحسين أيضا ليسوا من النواصب وإنما كثير منهم هذا هو منطق الخوع هذه قمامة الخوع هذا هو التحقيق هذا هو الذي تتحدث عنه زيارات أهل البيت هذا هو الذي تتحدث عنه كلماتهم أحاديثهم أدعيتهم الشريفة دعاء صنمي قريش لا أجد وقتا لقراءته عودوا إليه أنتم بأنفسكم وقارنوا بين دعاء صنمي قريش الذي هو قنوة أمير المؤمنين في صلاته قارنوا بين دعاء صنمي قريش وبين ضراط الخوع هذا قد لا تقبلون أن أستعمل هذه الكلمات أنتم أحرار في رأيكم وأنا حر في رأيي وأنتم ستحاسبون بحسب عقولكم وأنا سأحاسب بحسب عقلي عقلي يحكم علي أن أتلفظ بهذه الكلمات كي أضع النقاط على الحروف كي أشخص كي أشخص بين الطهارة والنظافة وبين القذارة والمخرؤة والقمامة أتحدث عن حوزة النجف عن حوزة الطوس الذين حضروا لقتال الحسين ما هم من النواصب كثير منهم وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين عليه السلام ماذا أعلق على هذا الكلام لا أريد أن أعلق أكثر مما علقت والقضية هذه ما هي بسرية هذا كتابه فقه الشيعة وهذا أحد تلامذته مباني منهاج الصالحين الجزء الثالث تقي الطباطباء القموي وهذه الطبعة طبعة منشورات قلم الشرق الطبعة الثانية ألف أربعمية وتسعة وعشرين هجر قمري قم المقدسة صفحة 250 ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ على ما في التقرير في هذا الكتاب ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين إلى آخر الكلام هو يرد عليه هو يرد عليه يرفض كلامه يناقشه لا أريد أن أقرأ كل شيء لكن هذه المصادر التي تثبت ما أقول مباني منهاج الصالحين لأحد تلامذة الخوء ومن مراجع قم وهذا هو فقه الشيعة إنها أبحاثه وتقريرات أبحاثه الاستدلالية الأول وثاني ما هم من النواصل وهناك جمع غفير ممن حضر لقتال الحسين وشارك في قتله وما هم من النواصل لأنه حكم بالنصب على كثير من من حضر في كربلاء على كثير يعني هناك أيضا من جموع الحاضرين ما هم ليسوا بنواصل هذا الفكر القذر والوسخ هو الذي ينتج إلينا هذا الحديث رجعا اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه حفيد الخوء جواد الخوء أليس المرجع الأعلى للطائف الشيعي في العراق قال السنة أخوتنا بل أنخص وأصدر تلك الوفيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين وأوضح لهم القيام الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية أعترد وهو داعش أكيد لاحظت عشر صفحات عشرين نفطة كيف تتعاملون مع أعداءكم وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب ولا أريد أخوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن داعش ليس بنواصب هذا المقاتلين ظالين مفسدين أممون نواصب بل قد أضيف جئا أن الإمام الراحد السيد الخوي رأيا وقد يناقش الآخر هذا حقه في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بك ليس من نواصب الدواعش ليس نواصب قتلت الزهراء ليس نواصب قتلت الحسين فيهم من ليس نواصب إذن من هم النواصب إذا لم يكن قتلت الزهراء من النواصب ولم يكن الذين حضروا في كربلاء من النواصب جميعا والدواعش ليسوا من النواصب إذن من هم النواصب من هم أنا أترك الإجابة إليكم لكنني أسألكم سؤالا وجيزا هذا الذي سمعتموه مني في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة وإنكم ما سمعتم شيئا صدقوني هذه حسنات الخوء سيئات الخوء أقبح من هذا بكثير هذه حسناته الدليل على أنها حسنات هم يفتخرون بها ما هو هذا حفيده يفتخر بها وهذه كتبه هي التي تطبع وتنشر وهذه أقواله هي التي تبث على الفضائيات وتدرس في الحوزات فهذه حسناته سيئاته أقبح من ذلك بملايين المرات تريليونات المرات والأمر ليس خاصا به هذا حال مراجع حوزة النجف وكربلا بأجمعهم 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 لا أستثني أحد من الأموات والأحياء ومن القادم الذين ينتظرون في الصف القذارة هي القذارة والقمامة هي القمامة والضلال هو الضلال الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الحادي والثلاثون من بحار الأنوار للمجلس وهذه الطبعة هي طبعة دار الفق للطباعة والنشر الطبعة الأولى رواية مفصلة عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه تبدأ في الصفحة التاسعة والسبعين وتستمر إلى الصفحة الثالثة وثماني من الصفحة التاسعة والسبعين إلى نهاية إلى آخر سطر في الصفحة الثالثة والثمانين من الجزء الحادي والثلاثين من بحار الأنوار الرواية عن إمامنا الهادي بخصوص اليوم التاسع من ربيع الأول اليوم التاسع من ربيع الأول الذي نعرفه بفرحة الزهراء هو اليوم الذي قتل فيه الخليفة الثاني بحسب ما يعتقده عوام الشيعة استناداً إلى هذه الرواية وهو اليوم الأول من أيام إمامة الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه لأن الإمامة العسكرية استشهد في اليوم الثامن من ربيع الأول في السنة الستين بعد المئتين من الهجرة الشريفة حديثنا عن مقتل الخليفة الثاني بحسب ما يعتقده عوام الشيعة لا بحسب ما يعتقده مراجع الشيعة مراجع الشيعة لا يعبؤون بالروايات والأحاديث ومنهم الخوع المجلس نفسه ماذا قال في الصفحة الثامنة والسبعين ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامية هذا هو المشهور بين فقهائنا الإمامية من أن الخليفة الثاني قتل في ذي الحجة هذا كلام المجلس ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامية إلى أن يقول والمشهور بين الشيعة بين عوام الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا في زمان المجلس المجلس توفي سنة 1110 1110 1111 والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا هو أنه اليوم التاسع من ربيع الأول عامة الشيعة تعتقد أن الخليفة الثاني قتل في التاسع من ربيع الأول إنه العيد الذي يعرف بفرحة الزهراء هذه العقيدة من أين أخذتها الشيعة من هذه الرواية الطويلة التي أشرت إليها وهي مروية عن إمامنا الهادي حدثنا بها أحمد ابن إسحاق القمي رضوان الله تعالى عليه من خواص الأئمة من وكلائهم من عظماء الشيعة هو الذي حدثنا بهذه الرواية عن إمامنا الهادي وإمامنا الهادي حدثنا بها عن أمير المؤمنين الرواية طويلة مفصلة لا مجال لقراءتها الشيعة وفقا لهذه الرواية يعتقدون أن الخليفة الثاني قتل في التاسع من ربيع الأول الطبري الناصبي إنه صاحب التأريخ محمد ابن جرير الطبري الناصبي هذا هو الجزء الثاني من طبعة دار صادر بيروت لبنان صفحة سبعمية أو ستة وثلاثين صفحة سبعمية وستة وثلاثين من الجزء الثاني من تأريخ الطبري إنه التأريخ المعروف بتأريخ الأمم والملوك صفحة سبعمية وستة وثلاثين هكذا جاء في تأريخ الطبري طعن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقينا منذ الحج سنة ثلاث وعشرين لأربع ليال بقينا منذ الحج يعني في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحج وهذا الذي عليه مراجع النجا الأموات والأحياء تركوا حديث الإمام الهادي وذهبوا إلى الطبري الناصبي السيستاني كذلك محمد باقر الصدر كذلك الذين قبلهم الذين بعدهم الأحياء الموجودون ينكرون حديث الإمام الهادي الذي هو حديث أمير المؤمنين ونحن الحديث واضح جدا هو حديثهم وكلامهم ويذهبون ويذهبون إلى ما تبناه الطبري في تأريخه الخوء في الجزء التاسع من التنقيح في شرح العروة الوثقة هذا هو أشهر كتاب من كتبه الفقهية الاستدلالية الجزء التاسع من التنقيح في شرح العروة الوثقة صفحة ثلاثمية أو واحد وعشرين هنا يتحدث عن الأغسال الزمانية المستحب الثاني عشر هناك غسل في اليوم التاسع من ربيع الأول ماذا يعلق الخوء على هذه المناسبة باعتبار أن يوم التاسع من ربيع الأول يوم عيد فهكذا يقول الخوء على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم على أن كون سبب هذا العيد سبب العيد مقتل عمر على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام من أين عرف العوام من حديث أنير المؤمنين الذي نقله لنا إمامنا الهادي ورواه عن الهادي أحمد بن أسحاق القمي وهو موجود في كتبنا على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام إلا أن التأريخ أي تأريخ تأريخ طبري وأضرابه إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين منذ الحج فليلاحظ فانتبه إلى هذا هذا هو الذي ذكره أطبري من أن مقتل عمار كان في يوم الأربعاء لأربع ليال بقين منذ الحج يعني في السادس والعشرين منذ الحج وهذا هو الذي يثبته هنا على أن كون سبب هذا العيد الحديث عن فرحة الزهراء اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام من أن الخليفة الثاني قتل في هذا اليوم من أين جاء به العوام من حديث أهل البيت إلا أن التأريخ أي تأريخ تأريخ الطبر وامثاله من المؤرخين النواصب إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين منذ الحج هؤلاء يصدرون الفتاوى ويشرحون الفتاوى ويتعاملون مع حيثيات الفتاوى بهذه الطريقة ما هذا كتاب فقه هذا شرح للعروة الوثقة هذه فتاوى الخوئي هذا بحثه الاستدلالي يلغي حديث الأئمة ويثبت ما يثبت استنادا إلى الطبري أنا أسألكم بالله هل هذا منطق شيعي أنتم استمعتم إلى حديثي في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة هل أنا أتحدث عن شيعة هل هؤلاء شيعة أنتم ماذا تقولون والله منذ أربعين سنة وأنا أتفحص هذه الكتب لقد تفحصت أحدادا هائلة أقسم بهذا القرآن بقرآن محمد وأهل محمد والله ما سقط في يدي كتاب لمرجع شيعيا منذ أكثر من أربعين سنة وفقا لمنهج العترة الطاهرة قد أكون مخطئا قد أكون ضالا لكن هذا هو الذي موجود في عقلي وقلبي والله لا أكذب عليكم وحق هذا القرآن وحق أمير المؤمنين منذ أكثر من أربعين سنة ما تركت كتابا لا صغيرا ولا كبيرا لا مخطوطا ولا مطبوعا إلى هذه اللحظة لم يقع في يدي كتاب لمرجع شيعيا وفقا لمنهج العترة الطاهرة قد أكون جاهلا قد أكون ضالا قد أكون مخطئا قد أكون غبيا قد أكون قد أكون قد أكون لكنني صادق معكم هذا هو الذي أعرفه وهذا هو الذي وجدته وما وجدت غير ذلك نذهب إلى فاصل في متابعة لكتب الخوئ ولمنهجه أتلمس فيه دائما على طول الخط الاقتراب إلى النواصب بقدر ما يستطيع والابتعاد عن العترة بقدر ما يستطيع وهذه الحالة ليست خاصة بالخوئ تتجلى بشكل واضح في السيستاني بنحو غريب جدا وعند البقية أيضا هذه الحالة وجدتها تتجلى في الطوس وفي الذين جاءوا من بعده قد تكون واضحة جدا عند بعضهم وقد لا تكون واضحة جدا لكنها متشربة في وجودهم في كياناتهم أتحدث عن الجميع عن الأموات والأحياء والقادمين هذا ما أعتقده أنا ليس بالضرورة أن يكون صحيحا لكنني أتوسل إلى إمامي أن أموت على هذه العقيدة أن أموت على هذا الفكر لأنني وصلت إلى هذه النتائج بعد تحقيق وتدقيق لا كتضريط هؤلاء لقد حققت الأمر تحقيق ودققته تدقيق ونقرته تنقير ونبشته نبش وما تركت حجرا على حجر إلا وقلبته من جميع جهاته حتى وصلت إلى هذه النتيجة التي يمكنكم أن تقرؤوها من تقاطيع وجهي ومن لغة جسدي ومن طريقة لفظي من أنني متيقن منها لست شاكا ولست مترددا أقولها بجرأة وبملء فمي وبعالي صوتي فما أطرحه لكم هذا ما أعتقد به لكنني لست معصوما قد أكون مخطئا قد أكون مشتبها هذه الاحتمالات بحكم الإمكان العقلي قائمة لكن حالتي النفسية مستقرة مذعنة مطمئنة للذي وصلت إليه من النتائج أريد أن أحيا ما بقي من حياتي على هذا الفكر وأريد أن أموت وأن أودع الدنيا على هذا الفكر وبهذا التصور وبهذه النية وبهذه الرؤية لمراجع الشيعة منذ زمان طوس وإلى يومنا هذا مع القادمين على نفس هذا المنهج القذر مثل ما قلت لكم وأنا أتتبع كتب الخوئي فإنني أجده يميل إلى النواصب بقدر ما يستطيع بقدر ما يستطيع ويبتعد عن ثقافة العترة الطاهرة بقدر ما يستطيع قطعا لا يستطيع أن يميل كل الميل فحينئذ سيكون ليس شيعيا أنا لا أقول إن الخوئية ليس شيعيا على أي حال سأضرب لكم مثالا من تفسيره البيان وهذه النسخة مطبوعة أيام حياته طبعة دار التوحيد الكويت ألف وتسعمية وتسعة وسبعين ميلادي وهو يتحدث عن القراء السبعة لا أريد أن أتحدث عن موقف مراجع الشيعة الضال بحيث يجيزون للمصلي أن يقرأ بالقراءات السبعة في الصلاة وهي قراءات ملعونة في ثقافة العثرة الطاهرة وإنما أجاز الأئمة لنا أن نقرأ بما هو معروف بين الناس المعروف بين الناس في مشرقنا من أن الناس تقرأ بقراءة حفص فهذا هو المقصود في الروايات من أن نقرأ في الصلاة بقراءة الناس بالقراءة المعروفة وهي قراءة حفص قد يختلف الأمر في شمال أفريقيا في بلاد المغرب العربي القراءة الشائعة عندهم قراءة ورش ليست كالقراءة التي عندنا في المشرق العربي إنها قراءة حفص على أي حال هذا ليس مهم يتحدث الخوئ عن الكسائي وهو علي بن حمزة الكسائي الكوفي المعروف أحد القراء السبعة ينقل ما جاء مذكورا في كتب المخالفين ومع ذلك يحرفه لأجل أن يتستر على الكسائي إنه ينقل عن معجم الأدباء بحسب ما موجود في الحاشية نقل عن معجم الأدباء عن الجزء الخامس صفحة 185 الموجود عندي هنا هو الجزء الرابع لاختلاف الطبعات إنها طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان معجم الأدباء كتاب معروف لياقوت الحموي ماذا جاء في الجزء الرابع من معجم الأدباء لياقوت الحموي الطبعة من تحقيق الدكتور إحسان عباس صفحة 1739 ما الذي جاء كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه الرهق الخفة الطيش الحمق كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبي وماذا يفعل ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق الغلمان الروق هم الذين تكون بشرتهم بيضاء ناعم بض وأجسامهم ممتلئة ووجوههم محمرة هؤلاء هم الروق صاحبنا عركشي وفرخشي فرخشي يعني لواط بالتعبير الشعب العراقي هذا هو أحد القراء السبعة رضوان الله تعالى عليه الذين يفتي مراجعكم بجواز القراءة في الصلاة بقراءاتهم وهذا واحد منهم عركشي فرخشي هم يقولون لست أنا هذا في معجم الأدباء ليا قوت الحموي يا قوت الحموي نصبي منه كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق إلا أنه بإنصاف نحشيها لله إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقة ولك هو فرخشي وعركشي كيف يكون صدوقة هم يقولون عن الكسائي هذا الخوئي نقل هذا الكلام ماذا فعل الخوئي هو في مقام تضعيف القراءات وفي مقام الحديث عن تأريخ هؤلاء القراء هكذا كتب كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بنقاط وضع الخوئي نقاطا إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقة رضوان الله تعالى على الشيخ الكسائي الذي كان عركشيا فرقشيا لماذا حذف الخوئي ما جاء من تصريح من أنه يجاهر باتخاذ الغلمان الروق يجاهر كان يفعل ذلك جهرا لماذا حذف هذا ووضع نقاطا الأن كان من هذا مؤسسة الخوئي النوابغ العظام هذا البيان إنها طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي هذه الطبعة الثالثة 2007 سبعة ميلاد وهم قالوا في المقدمة ومؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيقي وطبعي ونشري ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة هذه الأفكار المقدسة مرت علينا هم يقولون عنهم أحرار فيما يقولون الأنامل الشريفة هي هذه التي مرت علينا وقدمت لنا من التضريط في أعلى المستويات مثل ما مر علينا من التحقيق العظيم في تحقيقي وطبعي ونشري ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة يعني أنهم سيحققون تحقيقا عظيما ماذا حققوا لنا ذول السرابيت نذهب إلى صفحة مية وأربعين مية واحد وأربعين حتى النقاط حذفوها أي تحقيق هذا النقاط حذفوها فصار الكلام هكذا كان الكسائي أعلم الناس على رحق فيه كان يديم شرب النبي ويجاهر به ويجاهر به هذا الضمير الهاء هم جاء به لأن الخوئي كتب ويجاهر به نقاط في المصدر الأصل ماذا جاء ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق ماذا ماذا جاء في نسخة مؤسسة إحيائه تراث الإمام الخوئي ويجاهر به ويجاهر بالنبي وهذا وهذا تحقيق صدقوني هكذا تجري الأمور هكذا تجري الأمور المصدر الأصل هذا بين يدي أقرأ عليكم كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبي ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق فرخ الرجل كان الخوئي جاء فحذف هذا الكلام ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق ويجاهر ب نقاط فجاءت مؤسسة إحياء تراث الإمام الخوئي والتي هكذا قالت ماذا تفعل التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيقي وطبعي ونشري ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة ماذا فعله حذفت النقاط وحرفت الكلام ما هو الخوئي محرف ومؤسسته محرفة والحوزة محرفة والدين عندنا محرفون هذا هو دينكم يا أيها الشيعة يا أيها العمالخ يا أيها النوابخ يا أيها العبطال هذا هو دينكم مضرطة في مضرطة هي هذه مؤسسات التحقيق كان الكسائي أعلم الناس على رحق فيه كان يديم شرب النبيذي ويجاهر به في المصدر الأصل يجاهر باتخاذ الغلمان الروق هذا الكلام معروف عن الكسائي بين يدي كتاب آخر هذا هو بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة الجزء الثاني المكتبة العصرية الطبعة الأولى ألف وأربعمية وسبعة وعشرين هجري قمري بيروت لبنان هذا الكتاب كتاب معروف لجلال الدين السيوطي بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم صفحة مية وسبعة وثلاث رقم الترجمة أنفو سبعمية وواحد وقال ابن الأعرابي كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلماء هذا موجود في كل كتبه هذا كتاب آخر هذا غير معجم الأدباء الذي قرأت منه قبل قليل لياقوت الحموي هذا الكتاب بغية الوعاة لجلال الدين السيوطي كانت عندي نسخة في مكتبتي حينما كنت في مدينة قم فيها عبارة لأنني أحفظ النصوص لا زال الذاكرة جيدة إلى هذا الوقت وإن بدأ الزمان يقرضها قرضا ليست كما كانت أيام الشباب في تلك النسخة وكانت في مجلد كبير واحد الجزعان في مجلد واحد إلى الآن أتذكر ما قرأت فيها ما نقله السيوطي عن ابن الأعراب فقال كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه يعني هو بنظرهم ما عنده مشكلة الناس يلومون إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه من أنه كان يديم أتذكر كان يدمن يدمن شرب النبيذ ويأتي الغلمان كان يدمن شرب النبيذ ويأتي الغلمان الرجال عاركتي وفرختي وبشكل علني وجهري أتعلمون أن الكسائي هذا هو الذي رب الأمين والمأمو وله حكايات مع أبي نؤاس المقام ليس محلا لذكرها بإمكانكم أن تعودوا إلى كتب السير وإلى معاجم الأدباء كي تطلعوا على التفاصيل أنا تحدثت عن بعض منها في برامج سابقة لا أجد وقتا كي أتناول كل المطالب السؤال هنا لماذا يا أيها الخوء تملأ معجم الرجال بالانتقاص من رواة حديث أهل البيت لماذا كتابك معجم الرجال ما وجدت فيه مرة واحدة أنك سترت على رجل من رواة حديث أهل البيت ووضعت نقاط تحاول أن تجمع كل معايبهم وهي أكاذيب لكن حينما تأتي إلى هذا السافل إلى هذا الكساء إلى هذا العركش الفرخش تتستر عليه وبعد ذلك تأتي مؤسستك الكريمة في إحياء تراثك الذي كتبته لنا بأناملك الشريف وتحقيقك العظيم وأفكارك المقدسة فتضيف تحريفا إلى تحريفك هكذا وصلنا الدين من محرفين عن محرف هكذا عبدناهم هكذا عبدناهم أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء هكذا عبدناهم عجولا بعدها تأتي عجول وورثناها وورثناها سفيها عن حمار عن جهول هذا هو واقعنا وتلاحظون هذه المؤسسات تحرّف وهؤلاء المراجع يحرّفون كل المكتبة الشيعية هكذا وحق حسين وحق حسين كل المكتبة الشيعية هكذا نذهب إلى فاصل في تفسيره البيان الخوئي صفحة 216 من طبعة مؤسسة إحياء آثار الخوئي الحديث في مسألة تنزيهه للصحابة من تحريف القرآن فهو يصر على أن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحرّف القرآن وهؤلاء الصحابة لم يقتلوا فاطمة وهؤلاء الصحابة ليسوا من هواصب وهؤلاء وهؤلاء فيقول فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز الذي عرّضوا أنفسهم للقتل في دعوته وإعلان أحكامه وهجروا في سبيله أوطانهم يتحدث عن الصحابة بعد رسول الله وبذلوا أموالهم وأعرضوا عن نسائهم وأطفالهم ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التأريخ الصحابة بيضوا وجه التأريخ الذين قتلوا فاطمة فاطمة تقول صبت صبت علي مصائب من قبل من من قبل الصحابة صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا أيامها ليالي وهذا وأمثاله من ثولان ومضارط حوزة النجف وكربلاء يتحدثون بهذه الطريقة هذا الكلام ليس خاصا به هذا كلامهم جميعا هذا كلام محمد باقر الصدر وهذا كلام السستاني وكلام البقية من الأموات والأحياء هذا كلام الوائلي وكلام خطباء المنبر من مدرسة الوائلي هذا كلام الفضائيات وكلام أصحاب العمائم من وكلاء المرجعية هذا كلام المعممين هذا كلام حوزة النجف الزهراء تقول صبت عليهم صائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا وهذا يتحدث عن أنهم بيضوا وجه التأريخ أي وجه بيضوه للتأريخ يا أيها الخوئي ما هذا الضراط وما هذا الضلال وإلى متى تبقون يا أيها الشيعة مرتكسون في هذه القذارة إلى متى الواقع الشيعي واقع بعيد جدا بعيد جدا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وماذا تتوقعون من مرجعية كهذه وهي تتحدث عن صفات مرجع التخليد هذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد صفحة 220 للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام هو الذي يقول فهو لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب له أو ممن له ثبات تام في أمرهم صلوات الله عليهم إنه يتحدث عن نفسه هو يتحدث عن واقعه ويتحدث عن واقع مراجع النجف وكربلا فهذا هو واقعه لا هم بالذين يحبون الأئمة حبا شديدا ولا هم بالذين لهم ثبات تام في معرفتهم هم يعرفون أنفسهم الخوء الخوء هنا يتحدث عن نفسه ويتحدث عن أساتذته ويتحدث عن سائر مراجع النجف وكربلا إنه يتحدث عن مراجع حوزة الطفس هؤلاء هم للجزم من أين جئت بهذا الجزم وهو يخالف الروايات ويخالف الكتاب الكريم هذه المسألة تحدثت عنها مرارا لخطورتها وسأعود إليها في حلقة يوم غد إنما أردت أن أجعل رابطة بين حديثي في هذه الحلقة وحلقة يوم غد كي تلاحظوا من أن الضلال الذي حدثتكم عنه في هذه الحلقة وفي الحلقة الماضية هذه نتائجه نتائجه أن يصل الخوع جازما وقاطعا من دون دليل هذا هو التحقيق سأبين لكم تضريطه إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد حين يقول للجزم يعني هو قد حقق في الموضوع هسا ما أدري حقق من فوق من جو بالنتيجة حقق في الموضوع للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب له أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام أنا ما أدري حتى القواويد مني نصبونهم قواد عليهم لازم يحب شغلتهم إليك حاب إذا يردني نصبا قحبة عليين لازم هاي قحبة تحب شغلتين ما أكو عشيرة بالعالم تنصب لها واحد عليها ما يكون متمسك بأعراف العشيرة وسوانيها وأصولها ما أكو حزب بالعالم ينصب لقائد إذا لم يكن مخلصا لأهداف الحزب وستراتيجيات الحزب وفكر الحزب ونظريات الحزب ما أكو كنيسة تجيب لها قسيس وهو لا يؤمن بمبادئ تلك الكنيسة ليش بسعنا لأن مراجعنا طايا حظهم هتلية سرسرية هذا هو صدق ليش بسعنا هذا الكلام ليس خاصا بالخوئي السستاني أيضا في كتابي هذا كرر نفس الكلام المراجع الأموات والأحياء كرروا نفس الكلام هذا الكلام الذي يقول الخوئي للجزم هذا الجزم تأتى من اتفاق العلماء على هذه القضية وإلا لم يأتي من قبل أهل البيت هناك جزم بين المراجع بين مراجع حوزة النجف وكربلاء هناك اتفاق على هذه المسألة من هنا جاء جزمه وهذا الجزم يردده أيضا السستاني في كتابه هذا قلتوا لكم القواويد من يجيبونهم قوادي الشيخ عليهم لازم يحب شغلتهم ولكحاب من يجيب عن قعبة تتزعم عليهم لازم هاي القعبة تحب شغلتهم ليش مراجع النجف وكربلاء من يردون ينصبون واحد على الشيعة ما يشترطون بي أن يكون شديد الحب لأهل البيت ليش 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 الجواب لأنه مثل أو سرسرية أو سقاطات أو طايحين حظ أو طيح أو حظ نوياهم هذا هو السبب بقية الجواب تأتينا في حلاقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر